بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله اذا الايف الاول قطع ربما هناك تشويش اذا نعود الفكرة اللي قالت الاول قلت هذا الايف يأتي بمناسبة الذكرى الاعلان العالمي للحقوق الانسان نتمنى ما يتقطعش الايف على كل حال عليكم السلام ورحمة الله تعالى وتحية متبادلة اذا قلت هذا الايف يأتي على بسبب الذكرى الاعلان العالمي للحقوق الانسان وكذلك تدوينة السيد وزير العدل والحرية سابقا هو سيمسطفى الراميد الذي هو حاليا وزير حقوق الانسان خرج بتدوينة صراحة اقل ما يقال عنها انها مجرد ابتزاز سياسي ابتزاز سياسي حقير صراحة لان حينما تكون مسؤولا حكوميا ولا تحركك الغيرة على من اوصلك الى ذلك المنبر اللي هم ابناء الشعب المغربي وبالتالي تريد تتحرك فقط من اجل ابناء الحزب ديالك فهذه ادانة صار يخف حقك انت كانسان بعده انسان مستبد انسان كما قلت مستبد يحاول بتدوينة ان يضغط على الجهاز القضائي لان لم يرتقي بعد ليصبح سلطة قضائية هذا موضوع مش للنقاش اليوم يحاول ان يضغط كي يبتزى الجهاز القضائي ويضغط عليه وذا في حداته مجرم قانونا وماشي من حق السيد وزير حقوق الانسان ولحتى السيد رئيس الحكومة ولحتى حزب العادلة والتنمية اليوم ان يتدخل او يشتكي من القضاء لان اوكلت لهم مهمة اصلاح منظومات العادلة وتدخل في اصلاح منظومات العادلة ولكن شي فشل فيها اليوم فيجب ان يدفعوهم اول من يدفع التمن بحال فتتكون في ذلك المدراسة تتكون في مدراسة تتكون في قسم وتيقول المعلم تيطلب من شي تلميدي يجي بعصا التراكة نعرفو احنا كم غاربة هذا التلميدي اللي تيجي بالعصا اللي معلم باش يدرب الزملاء دياله هو اول واحد يأكل بها العصا في القسم لانه حينما يحضر تلك العصا الخوط بتيجي بتلك العصا المعلم بتيقول تيظن عند باله انه رادال خير في المعلم وجاب لي العصا باش يدرب التلاميذ هو ما غدي يكون في منقى عن غضب ذلك الأستاذ وركى ذلك اليوم حزب العادلة والتنمية اللي اعطى للمالك العصا ديال ذلك الجهاز القضائي اللي ده النس خرجوا في عشرين فبراي يخرجوا باش بغوا قضاء مستقعين محاربة الفاسد وجاء حزب العادلة والتنمية وتنقول لنا حزب العادلة والتنمية لأن الأحزاب الأخرى فاقدة لمصداقيتها ولي كان فيه شوية لدو الشاب تقفيه بحكم الخطاب السياسي اللي كانت ينهجوه خطاب سياسي ينهلوه من المنبع الديني ومحاربة الفاسد ومحاربة المفسدين هم تيك؟ والزهد وما إلى ذلك ولكن في الآخير تبت أنهم أخبتوا من الخبائط لأتي في حدي ذاتها تفقين وما تحاولوا تتصورون على أننا الأخوة ولا تتصورونتم على أننا رأى حاقدين على شخص لا أتي ما فيش علاقة شخصية أتيت أن تكلموا بمنطق الموضوعية السرميد كان وزير العدل والحريات واللي يكلفوا المالك بس يصلح منظومات العدلة إذن إلى منظومات العدلة اليوم فاسدة وفاشلة فيجب أن يؤدي هو الثمن والثمن هو أننا غادي وما شي أدي أدي الغيال إجراءات الأولى ما زال فيه جوع باتي الحاوي حكا يعني باقي باقي جاي نفس اليوم شوف نفس اليوم تنشوف ثلاثة ديال تدوينات آثارتني فعلا قررت أن أخرج بهذا اللايف تدوين الأولا سمعت الواحد الفيديو ديال البصري أكلم بشي برنامج كان في الجزيرة كنت يتكلم على التشرت دياله في باريس بعد ما كان لدوزي يمغوض يمغوك بعد ما كلمه ليك تاني في المغرب كان يصول ويجول كيف ما بغى حتلوقيت الباسبور ما بغوش يعطوها ليه وحسب الحق راها وحسب فهمتي وعادوا ليقاكت يفهم المعارضين السياسيين خارج المغرب قالوا واش المدعي قالوا واش فهمت المعارضين السياسيين خارج المغرب كان عاصا دي اللي استبداد وفي ذلك الفيديو النيت كانت يقول لهم أنا كنت عارف الدور ديالي كانوا الناس تنتقدوني ولا تنتقدوني لحسن الثاني هذه الفتاة الانتباه ديالي يعني كان عارف رسو جفاف جابوا الحسن الثاني باش يمسح يمسح فيه الأوسخ دياله بس الناس ما تجراء الحسن الثاني تجراء له وزير الداخل اكسعلي وهو كان البصري تفقين؟ هادي صدماتني هادي صريحة البسيطة متيرد شلاله وانسان اللي قال انه انه حس بالحقراء لانه ده ما اوه كان من اسياد المخزن قال البصري الاسم اذكر اسم البصري راه في المغرب ورا معروف شنو كان اذكر اسم البصري راه كانوا الناس يتبولون على ملابسهم فما بينتين وضوحها اصبح محقور ومهمس وكما قال صريحي قال لك واحد الكلمة قال لك كان متشرد اصبح متشرد في باريز هادي هادي تتكفي هدا مزجهة مزجهة تانية تكلي صدماتني كثر يا واحد تدوينا لا اعلم مدى صحتها مم انا سويت على الساعة الكران الصحيحة مم هي في اطور الفيسبوك ان الرئيس الايتيوبي اصدر قرارة بمنع الايتيوبيات من الذهب للعمل في دول الخاليج هادي فحدتها تتبيلك تتبيلك ان حينما يكون الرأس صالحا الرأس الرأس اللي تحكم القائد صالح فسينعكس اكيد على الدولة فسينعكس اكيد على الدولة وصفة صالحة احوالها ايتيوبيا اليوم ليست هي ايتيوبيا قبل عشرين سنة بس نتكلموا لعشرين سنة نقولوا غير فترة اللي حكمنا محمد الساديس فيها لذب احنا تأخرنا بزاف من فترة حكم محمد الساديس تأخرنا بزاف 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 بينما العكس وقع في ايتيوبيا باش نعرفوا ربان السافنة هو السافنة طاقة بالميكانيكية القيادة ممكن فيها بزاف ربان هو قيدة السافنة يقود غير السافنة يعني هديك القيادة يقدم شي بها لقدام وقد يغرق السافنة يقدم صلاة البر الأمن وقد يغرقها كذلك الدولة الرئيس ديالها يقد يتقدم بها وينسفها يقد ينسفها إذن تدوين اللي قد ديال سرميد اليوم فهي تدينه تدينه هو شخصيا وتدينه هو شخصيا وتدينه حزبه وكذلك وكذلك تصرح رئيس الحكومة اللي لبس القبعة ديالرئيس الحزب ودعى الحزب شوف غايدعي الحزب للتداول في قضية أحد أعضاء الحزب بينما فاشكلوا المغربة تتاقلوا قاما دعا هو الحزب فاشينتا كل حقوق المغربية تتاقلوا مدعاه هو الحزب فتتوني خرجواننا فيديو تتشوفوا المغربية يطلبون النشطة من دول الخالج هو قام دعا هو الحزب ما شفنا هو رئيس الحكومة زك تشعرفوا النوع ديالناس اللي تسيروا البلاد أن المصلحة الشخصية ديالهم هي الغالبة مش هي المصلحة الحزبية المصلحة الشخصية لأن القواعد الحزب القواعد الحزب له Umakh ما خلوا الزميل ديالهم اي فقدوا مصداقيتهم عن القواعد للحزب وهما تعرفون ان القوة دي الحزب عددتهم يكن في القواعد دياله نهارت نقالب عليك القواعد رمكيش اللي اعقل عليك ما عمك تجيب تاسوت واحد يعني كنت يخدم في الحزب بأي حزب سياسي يعني القواعد مش يتكلمسؤول القواعد اللي تترقوا البيبام يتقوا دارب دارب ويجروا يبتل انتخابات هادو كل الناس هادو كل بوساطة ديال الحزب اللي بحنوا وبحنوا من الواكلين تومتدق السياسة تيخدموا معه كما قال جحا سياسة العصا والزازارتهم تيخدموا معهم سياسة العصا والزازارتهم هدو كل اعضاء ديال الحزب اللي لدخل الحزب تيمرسوا عليهم ان غتيو وعدوا مثلا الشباب ان غادي قاوليهم خدمة اللي غيش يشجله في الماسطار اللي غيش يشجله في الدكتوراه بحلا تذووا يعد هادو مثلا بعد البعض الابناء الحزب تمشي ويقدوا غرضت فاشي يكون مثلا الحزب والتي سير الشهال اللي محلي المواطن بغشي مثلا عقد ازدية تمشي يجبولي بزربة بغشي بحلاكو بشي 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 ينسبو على المواطنين بها الطريقة هذي اذا قلت تدوين اللي قلت لك ديال ايتيوبيا ديال قاتلة يعني احنا المغاربة الرئيس ديال البلادي قد قرار بحلا دا قرار واشو قرار بسيط جدا مشيش منع المغربية مثلا من الذهب الى دول الخاليش ماشي حرمان يمنلحق فالصفر لا منعهم باش ما يوقعش لهم ذلك تتوقع اليوم حاليا الفيديوهات ديال المغربية تستندجوا تطلبون النجدة من ذلك تتوقع فالخاليش مراهم كتار دخل اليوتيوب ودخل فيسبوك وقد تلقى الفيديوهات فيديوهات يعني بغزارة فيديوهات كتار انا كمغربية يبقى فيها الحال تدمعوا العيني صراحة وكل العين باصيرة وليد قاصيرة كما تقولوا لا حياته لي منتونا دي انا ما عندما انا كمغريبي ما ينقد نعبر بحلقة ونستنكر حاز مشان اللي تنحكم اللي تيحكم راتي يشوف المغربية تيتكرفته وساكت ساكت ما تيتكلم مواله وساكت المغربة تيتعتاق له احتجاجات كذلك كنتم مش شو دبا اه اقدام عينيكم شو كل شي اللي وقع احتجاجات ديال الفرنسة وانا كنت تكلمت علاتش ديال احتجاجات الشعبية كنت تكلمت عليش حال دي اوما اليوم الفرنسيين الفرنسيين تخطوا فكرة التمتيلية السياسية النقابات والاحزاب السياسية والجمعيات وخارج الفرنسيون معترفين بانتمائهم الشعبي تيتكلموا على لو بابل تيقولك لو بابل يخرج هذه الفكرة كنت نقشها هذه عامين تقريبا ولا ثلاث سنوات كنت نقشها في احدى الفيديوهات ديالي خط لكم اليوم خص نزع عابيات الانتماء السياسي حينما كان يسألوني البعض هل انت من الاخوان ام انت من السلافيين ام انت من الماركسيين ام انت من اللينينيين ام انت من الياصار انت اسمنا حيث لا تنتابلوش من جمعه اشتركوا في القناة